حديث محمد بطبيعة الحال عن تحذيرات في الخفاء تتعلق بأزمة هيكلية ومالية في الجيش البريطاني وأيضا مشاكل وتحديات أخرى طبعا هذا التراجع في الجيش البريطاني يعود لأسباب عدة وفق صحيفة الڭاردين قصور المال أبرز المشكلات لكن ما حدث تدريجيا قبل أربع سنوات تفخرت بريطانيا بأكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي منذ ثلاثين عاما غير أن خمس الميزانية ذهبت إلى الأسلحة النووية هذه المشكلة مهدت الطريق لأخرى وهي نقص الجنود قبل أربعة عشرة سنة كان قوام الجيش البريطاني أكثر من مائة ألف جندي والآن متوقع أن ينخفض بأكثر من الربع بسبب التوجه للاعتماد على التكنولوجيا وصفت الحكومة البريطانية الآن هذا التوجه بالقاصر والنظرة الخاطئة تحدي آخر أمام الحكومة الجديدة الآن وهو إعادة النظر في قرار خفض طلبية هذه الطائرة طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا من خمس إلى ثلاث طائرات وهذا يعني أن سلاح الجو قد لا يكون لديه ما يكفي في وقت الأزمات ترجمة نانسي قنقر